في موضوع اخر حمل المجلس الاعلى ورشفانة المسؤولية الكاملة للمجلس الرئاسي المنتهي الولاية ومدرية امن الجفرة بشأن حادثة الطريق السحلي والتي رحى ضحيتها عدد من القتلى والجرحى كما دعا المجلس الاعلى ورشفانة كافة الاطراف الى ضبط النفس ووقف نزيف الدم طالبا المنظمات الحقوقية باتخاذ الاجراءات القانونية حيال الحادثة اشتركوا في القناة